موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزائي طالبة الصف الخامس العلمي أهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس علم الكيمياء الذي سيكون حول الفصل الرابع وتحديدا المحاليل حيث نتناول هذا الموضوع بشيء من الإيجاز وكذلك نحاول في هذه المقدمة أن نوضح تعريف المحلول ومكوناتها وكيفية دراستها بغية الاستفادة أكثر كما تعلمون درسنا في فصول سابقة فهمنا للتطور الذري وكيفية ارتباط الذرات مع بعضها لتكوين الجزيئات والأشكال الهندسية للجزيئات والنظريات التي فسرت ذلك وصولا إلى دراستنا للجدول الدوري وبالتالي معرفة خواص العناصر طبقا إلى هذا الجدول اليوم سندرس موضوع يهتم بمعرفة المحاليل تعلمون جيدا أن المحاليل تتكون من مادة مذابة ومادة مذيبة في وسط معين رح نتناولها وإذن نتعرف أكثر فأكثر على هذا الموضوع تعالوا معي أعزائي الطلبة لنتعرف أكثر حول المحاليل وطبيعتها وكذلك المعلومات التي من الممكن أن نستفيد منها من خلال هذا الدرس يعرف المحلول أعزائي الطلبة بشكل عام على أنه مزيج متجانس للمواد يتألف من مذيب ومذاب هذا السوليوت وواحد أو أكثر تكون نسب المزيج بينهما مختلفة من محلول إلى آخر إذن هو مزيج متجانس للمواد يتألف من مذيب ومذاب واحد أو أكثر تكون نسب المزيج بينهما مختلفة من محلول إلى آخر وتعتبر المادة الأكبر كمية في المزيج هي المذيب والأقل هي المذاب يشمل مصطلح المحاليل أنواعا مختلفة من المخاليط والتي فيها تسلك مواد صلبة أو سائلة أو غازية أما سلوك مذيب أو سلوك مذاب ولكن عادة ما يكون المذيب سائلا مثل الماء والكحول والبنزين والإيثر والكلوروفوم ورابع كلوريد الكاربون والأسيتون إلى آخره فعلى سبيل المثال يحتوي ماء البحر على عدد من المواد الذائبة إضافة لمواد أخرى عالقة فيه أما الماء المشبع بغاز ثناء أوكسيد الكاربون CO2 فهو مثال لمحلول غاز مذاب في سائل كما يحتوي الدم على محلول البلازمة مع مواد عالقة هي خلايا الدم ومن ناحية أخرى هناك محاليل لا تشكل السوائل فيها المذيب فحشوة الأسنان التي يحضرها الطبيب هي مثال لملغم صلب أو بمعنى آخر لمحلول يشكل فيه الزئبق السائل مادة مذابة في الطور الصلب الفلزي مثل الخارصين بينما تعتبر السبائك المعدنية مثالا للمحاليل الصلبة ويعتبر الهواء الجوي أحد المحاليل للغازات الموجودة في الطبيعة حيث يشكل غاز الأكسجين إضافة للغازات الأخرى مذابا بينما يكون المذيب هو غاز النتروجين وإليكم أعزائي الطلبة جدولا يوضح أنواعا مختلفة من المحاليل وبعض الأمثلة لكل نوع منها لاحظ معي عزيز الطالب هذا الجدول يوضح أنواع المحاليل وهناك مثال لكل نوع من هذه المحاليل لاحظ حالة المحلول السائل هنا المذاب غاز في سائل أو سائل في سائل أو صلب في سائل لنأخذ مثال غاز مذاب في سائل الأكسجين في الماء أو غاز ثاني أوكسيد الكاربون في الماء نأخذ مثال لمحلول عبارة عن سائل مذاب في سائل مثل الإيثانول في الماء كما تعلم أن الإيثانول هو كحول وقد يسمى كحول الأثل أو قد يسمى بالإيثانول وهذا مثال لسائل مذاب في سائل أما صلب في سائل فهناك أمثلة كثيرة مثل السكر في الماء أو الملح ملح الطعام في الماء لنأخذ مثالا آخر هو غاز مذاب في غاز وهنا نستطيع أن نضرب مثلا غاز الأكسجين الموجود في الهواء يكون مذابا في غاز النتروجين إذن هو غاز مذاب في غاز وهناك سائل مذاب في غاز مثل قطيرات الماء في الجو أو بخار الماء في الجو هذا هو ويمكن أن نضرب مثلا للضباب الموجود طبعا هذا هو بخار ماء مذاب في الجو الجو عبارة عن غاز إذن هو غاز مذاب أو سائل مذاب في غاز إذن قطيرات الماء الموجودة في الجو طبعا حينما نتحدث عن بخار الماء بخار الماء هو غاز لذلك فبخار الماء في الجو هو غاز مذاب في غاز أما حينما نتحدث عن قطيرات الماء هنا في الحالة السائلة إذن نحن نتحدث عن بخار متكثف وأصبح قطيرات لذلك قطيرات الماء المذابة في الجو هذه هي سائل في غاز أما صلب في غاز فحبيبات الغبار في الهواء هي مواد صلبة مذابة في الغاز إذا أخذنا صلب الطور صلب حالة المحلول وعدي غاز في صلب مثل الهيدروجين مذاب في البلاتين أو سائل مذاب في صلب الزئبق في الخارصين وصلب مذاب في صلب مثال على ذلك السبائك هذا الجدول يوضح كل هذه الأنواع المختلفة من المحالل وكذلك الأمثلة لكل نوع أعزائي الطلبة نأخذ الآن عملية الذوبان هنا عملية الذوبان تعتمد سرعة وسهولة ذوبان أي مذاب في مذيب معين على عاملين مهمين تعتمد سرعة وسهولة عملية ذوبان أي مذاب في مذيب معين على عاملين مهمين أولهما التغير الحاصل في درجة حرارة المزيج الناتج بين قوسيا للمحلول وثانيهما مدى انتشار المذاب على شكل أيونات أو جزيئات بين جزيئات المذيب إذن عاملين يعتمد عليها سرعة الذوبان أو ذوبان أي مذاب في مذيب أولهما أول العوامل هو التغير الحاصل في درجة حرارة المحلول الثاني هو مدى انتشار المذاب بين جزيئات المذيب طبعا هذه المصاحبة لعملية الذوبان ولذلك يمكن القول من أن عملية الذوبان تتم بسهولة أكبر إذا صاحب عملية الذوبان زيادة في درجة الحرارة إذا انتبعا للعاملين إذا كانت هناك الزيادة في درجة حرارة المحلول للناتج سخونة المحلول فإن العملية تكون سريعة إذا كان انتشار مكونات المذاب في المذيب بشكل واسع وتام يودع التغير في الطاقة المصاحبة لعملية الذوبان بحرارة المحلول حيث تعتمد الزيادة الحاصلة أو النقصان الحاصلة في درجة حرارة أو في درجة حرارة المحلول في أثناء عملية الذوبان بشكل أساسي على قوة التآثر اللي هي أما تجاذب أو تنافر إذن انتشار مكونات المذاب في المذيب بشكل واسع وتام هذا يعني أو يكون التغير في الطاقة المصاحبة لعملية الذوبان هذا هو حرارة المحلول الزيادة الحاصلة أو النقصان الحاصلة في درجة الحرارة أثناء الذوبان هذا يعتمد على التجاذب أو التنافر بين جزيئات المذاب وجزيئات المذيب خلي نوضحها فعند مزج مذيب مع مذاب لتحضير محلول فأن كل جزيئة من جزيئات المذيب سوف تتآثر مع جزيئات المذيب الأخرى المحيطة بها إضافة لتأثرها بجزيئات أو لتآثرها بجزيئات المذاب ويمكن قول الشيء نفسه بالنسبة لجزيئات المذاب ومقدار قوة التآثرات هذه هي التي تحدد مقدار الذوبانية والسهولة التي تتم بها عملية الذوبان ويمكن القول أن سهولة عملية الذوبان تحدد بالشروط الآتية أولا تأثر ضعيف بين جزيئات المذاب فيما بينها أو تآثر ضعيف ما بين جزيئات المذيب أو المذاب فيما بينها وأيضا تأثر ضعيف بين جزيئات المذيب فيما بينها وهنا سيكون هذا التأثر كبير بين جزيئات المذاب مع جزيئات المذيب يظهر الشكل أربعة واحد التغير في الطاقة الذي يصاحب كل خطوة في عملية الذوبان لاحظ معي راح أنتقل للشكل الأربعة واحد هذا الشكل لاحظ أمامي هذا يوضح التغير في محتوى طاقة النظام المصاحب للخطوات التي تتضمنها عملية الذوبان هذا مستوى طاقي وهنا هذه الخطوة أليف انتشار جزيئات المذاب مع المذيب الخطوة با انتشار جزيئات المذيب مع انتشار جزيئات المذاب الخطوة جيم هي عملية الذوبان إذن هناك مذاب في مذيب لاحظ هذا مذاب ومذيب وهنا لاحظ الطاقة شوف محصلة التغير في الطاقة كيف الآن تنخفض ولذلك هذه الخطوة لاحظوا الانتشار هذا انتشار هذا المذاب في المذيب وكذلك الحال هنا انتشار جزيئات المذيب ما بين المذاب شوف إذن كيف يبدأ التآثر أول شيء تنتشر جزيئات المذاب بعدين تنتشر جزيئات المذيب وبعد ذلك يصبح عملية الامتزاج أو الذوبان اللي هو اختفاء جزيئات المذاب ما بين جزيئات المذيب وينتج عنها المحلول هذا هو التغير في محتوى طاقة النظام المصاحب للخطوات التي تتضمنها عملية الذوبان نرجع على موضوعنا التغير في الطاقة الذي يصاحب كل خطوة في عملية الذوبان هذا الشكل أظهر لي التغير في الطاقة الذي يصاحب كل خطوة في عملية الذوبان فلكي تحصل عملية الذوبان يجب التغلب على قوة التجاذب بين جزيئات المذاب هذه الخطوة الأولى إذن أنا اتغلبت على القوة التجاذب ما بين جزيئات المذاب ويصاحب هذه الخطوة امتصاص حرارة أما الخطوة باء فتمثل عملية فصل وإبعاد جزيئات المذيب بعضها عن البعض الأخر إذن خطوة أليف المذاب شي صار بها تبتعد جزيئاته أي تتغلب على قوة التنافر الخطوة باء فصل وإبعاد جزيئات المذيب إذن المذاب تبتع جزيئاته ثم المذيب لتكون جاهزة لاستقبال جزيئات المذاب وهذه الخطوة تحتاج أيضا إلى امتصاص حرارة ولكن تنبع الطاقة حرارية نتيجة للتأثر بين جزيئات المذاب وجزيئات المذيب هذا أو التأثر اللي هو يحدث ما بين جزيئات المذاب وجزيئات المذيب وبذلك ينتج عن عملية الذوبان في هذه الحالة حرارة ويكون المحلول بعد تحضيره ساخنا ومن ناحية أخرى يصاحب ذوبان عدد من المواد الصلبة في مذيبات سائلة امتصاص حرارة برودة ويمكن تفسير ذلك بسبب حصول انتشار واسع وتام لمكونات المذاب بين جزيئات المذيب أثناء عملية الذوبان وتصبح حرة الحركة وبشكل عشوائي في المحلول بعد ان كانت مقيدة الحركة وهي في حالتها الصلبة وكذلك تزداد حرية الحركة جزيئات المذيب حرية حركة جزيئات المذيب لأنها تصبح في بيئة تحوي مكونات المذاب والتي تحيط بكل جزيئة منها مزيج من جزيئات المذاب والمذيب وهذا الشكل اللي أمامك ثين أربعة عزيز الطالب يوضح هذه العملية لاحظ ذوبان إكلوريد السوديوم في الماء هنا المحلول يبرد ليش؟ لاحظ هنا هذه العملية تمت لاحظ هنا لأنها يوسيئة الذائب في الماء ولاحظ هنا يوضح لك عملية اختفاء أو إحاطة جزيئات الماء لكل أيون من أيونات كلوريد السوديوم هذه العملية شوف جزيئات الماء شون إحاطت وبالتالي انتشرت أيونات الكلوريد وآيونات السوديوم ما بين جزيئات الماء اختفت تماما وهذا الانتشار يجعل هذه العيونات تصبح حرة الحركة بعد أن كانت مقيدة وهي في حالة الصلبة وكذلك تزداد حرية حركة جزيئات المذيب لأنها تصبح في بيئة تحوى مكونات المذاب والتي تحيط بكل جزيئة منها مزيج من جزيئات المذاب إذن هذه حرية الحركة هذه وبشكل غير مقيد تجعل هناك عملية امتصاص للحرارة لأنكم تعرفون الطاقة الحركية تحتاج لها امتصاص حرارة إذن عزيزي الطالب حينما تكون العيونات مقيدة فهي لا تحتاج إلى طاقة ولكن هذه العيونات لما تكون حرة الحركة وتتحرك في المحلول بشكل كامل وبشكل عشوائي تحتاج إلى امتصاص حرارة شيء أكيد هذه الحرارة التي ستتمتصها من المحيط وجزء من المحيط هو الوعاء لذلك تلاحظ أن الوعاء يبرد ليش يبرد؟ بسبب أن الأيونات في المحلول إضافة إلى جزيئات المذيب تتحرك بشكل حر وبشكل عشوائي وتحتاج إلى حرارة الحرارة تأخذها من المحيط لذلك فإن الوعاء يكون يبرد بسبب هذه الحالة وهذا تعليل يبدو مهماً وواضحاً من خلال ما أوضحنا لك الآن أنواع وخواص المحاليل نأتي إلى أنواع وخواص المحاليل يمكن تصنيف المحاليل التي يكون المذيب فيها سائلاً بعدة طرق اعتماداً على التركيز أو نوع المذيب أو نوع المزيج الذي يشكل المحلول وكما يأتي واحد المحاليل المخففة والمحاليل المركزة إذن سنصنف المحاليل حسب النسب ما موجود فيها طبعاً من مذاب ومذيب فرح نأخذ محاليل المخففة ومحاليل المركزة يعتمد هذا التصنيف فقط على الاختلاف في كمية المذاب الموجودة في المحلول أي على الكتل النسبية ما بين المذاب والمذيب لذا يعتبر تعبيراً وصفياً لكميات المذاب والمذيب فالمحلول الذي يحول كمية أكبر من المذاب يدعى أو يوصف بأنه محلول مركز بينما يدعى ذلك المحلول الذي يحتوي على كمية قليلة من المذاب بالمحلول المخفف فهنا فقط وصف بدون إعطاء معلومات إذن حينما أصف محلول ما بأنه مخفف يعني أنا جاي أعبر بطريقة على أن كمية المادة المذابة هي كمية قليلة وإذا عبرت عن محلول ما بمحلول مركز إذن أنا دعا أصف أن كمية المذاب في المذيب هي كمية كبيرة إذن التعابير اللي نستخدمها حول المحلول سواء كانت مخففة أو مركزة هي فقط تطيني وصف لنسبة ما موجود من المذاب في المذيب أو كمية المذاب الموجودة في كمية معينة من المذيب الآن شون أعبر عن التركيز صحيح أنا انطيت وصف ولكن هذا الوصف يحتاج إلى تعبير ودقة يستخدم الكيميائيون مصطلح التركيز للإشارة إلى كمية المذاب في كمية المذيب ويعبر عن تركيز المحلول كما هو معلوم بكمية المذاب في وزن أو حجم من المذيب وهناك طرائق كثيرة للتعبير عن تراكيز المحليل وهذه تكون بطريقتين أولا التعبير عن التركيز بدلالة كتلة المذاب في كتلة المذيب الكتلة في الكتلة أو كمية المذاب في كمية المذيب الكمية في الكمية وأهم هذه التعابير هي النسبة المئوية الكتلية للمذاب وهذا الشكل 3-4 يوضح لك طبعا ماذا تعني النسبة المئوية المكتوبة على الزجاجة لاحظ أمامك هذا الشكل 3-4 يوضح لك هيدروكسيد الصوديوم أنا يواج 20% هاي النسبة المئوية الكتلية للتعبير عن تركيز المحلول هذه النسبة المئوية للتعبير عن هيدروكسيد الصوديوم الموجود في المحلول لاحظ تشير النسبة المئوية 20% إلى تركيز محلول هيدروكسيد الصوديوم إذ يحتوي كل 100 قرام من المحلول على 20 قرام من هيدروكسيد الصوديوم والباقي 80 قرام ما ويمكن تحضير محلول بالتركيز نفسه إذا أذبنا 2 قرام من هيدروكسيد الصوديوم في 18 قرام ما ويمكن تعريف النسبة المئوية الكتلية للمذاب على أنها عدد غرامات المذاب في 100 قرام من المحلول إذن هذا هو تعريف فاضح النسبة المئوية الكتلية للمذاب هي عدد غرامات المذاب في 100 قرام من المحلول والعلاقة الرياضية لحساب النسبة المئوية الكتلية للمذاب في المحلول هي لاحظ العلاقة الرياضية لأمامك النسبة المئوية تساوي كتلة المذاب بالقرام على كتلة المذيب زائد كتلة المذاب يعني الكل في 100% ويمكن أن نعبر عنها بشكل آتي نسبة المئوية تساوي M2 بالقرام إلى M1 زائد M2 بالقرام في 100% هذا يمكن أن نعبر بهذه الطريقة الآن هذا مثال 1-4 احسب النسبة المئوية الكتلية لهيدروكسيد الصوديوم في محلول تم تحضيره بإذابة 8 جرام من NaOH في 50 جرام ماء هنا يراد حساب النسبة المئوية الكتلية لهيدروكسيد الصوديوم ومنطيني جرامات NaOH ومنطيني جرامات الماء إذن هنا أقدر أعبر عنه من خلال القوانين بهذا الشكل وأنا أيضا أوضح لك يا عزيز الطالب كحل لهذا الموضوع بشكل صحيح وأمامك من خلال الصبورة لاحظ معي نعم هذا المثال مثال 4-1-4 هذا المثال احسب النسبة المئوية الكتلية لهيدروكسيد الصوديوم جرامte nahoh في محلول تم تحضيره بإذابة 8 جرام من naoh في خمسين إقرام ماء الآن لاحظ أمامك عزيز الطالب أنه أنا أعطيت الـ NaOH واللي هو الكمية الأقل إذن هو المذار وهذا الكمية الأكبر هو المذيب لذلك أستطيع أن أكتب القانون النسبة المئوية للـ NaOH تساوي الـ M2 M-NaOH زائد M-NaOH زائد M-H2O وهذا طبعا في مئة بالمئة الآن لاحظ معي منطين كتلة الـ NaOH اللي هي ثمانية إقرام على ثمانية زائد خمسين اللي هي كتلة الماء لذلك هذا إش راح يصير ثمانية على ثمانية وخمسين في مئة بالمئة ويساوي 13.8 بالمئة لاحظ معي استطعنا إيجاد النسبة المئوية لهيدروكسيد الصوديوم في محلول يحتوي ثمانية قرام منه في خمسين قرام من الماء النسبة المئوية هي 13.8 بالمئة هذه النسبة تشير إلى كمية ما موجود من NaOH في الحالة الصلبة مذابا في الماء اللي هو السائل لتكوين محلول هو عبارة عن هيدروكسيد الصوديوم في الماء لذلك هنا النسبة المئوية انططني تصور واضح لكمية المذاب اللي هو NaOH في كمية المذيب ولذلك احنا يعني فهمنا للنسبة المئوية الكتلية يوضح لي المقادير الحقيقية لما موجود من مذاب في مذيب أما التعابير حينما نستخدم تعبير محلول مركز أو محلول مخفف هذه ما رح تطيني الحسابات الدقيقة ولا رح تطيني أرقام حقيقية لما موجود من مذاب في كمية معينة من المذيب لذلك طرائق التركيز اللي بدينا وياكم في أول طريقة اللي هي طريقة حسابات التراكيز عبر النسبة المئوية الكتلية من خلال معرفة كتلة المادة المذابة وكذلك الحال من معرفة كتلة المادة المذيبة وبالتالي يكون عندنا تصور واضح لما موجود طبعا من مادة مذابة وأيضا ما موجود من مادة مذيبة وهذا شيء أكيد مهم ويضطيني تصور واضح عن التركيز ومقدار التركيز إذن وصلت ياكم أعزاء الطلبة إلى نهاية الدرس لهذا اليوم في نهايته أشكر كل من ساهم بإنجاح هذا الدرس وأشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة وإلى لقاء آخر استدعوكم الله وإلى اللقاء اشتركوا في القناة